نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والذي تقدم بالتهنئة بمناسبة العيد متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية متمنيا للعراق وشعبه الشقيق كل الخير والازدهار وفي تدوينة على فيسبوك هنأ الرئيس السيسي دولة الإمارات الشقيقة وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكا للطاقة النووية السلمية ووصف الرئيس ذلك بأنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات ويجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية ولمتابعة المحاور المختلفة لتطوير منظومة التعليم الجامعي اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والاتصالات ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث وجه الرئيس بتخصيص مائة منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح كما وجه الرئيس السيسي باعتماد عدد من المشروعات التي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه خاصة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بالمحافظات كذلك وجه الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها فضلا عن التوجيه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة وفي تدوينة له على فيسبوك تقدم الرئيس السيسي بالتعازي والمواساة للأشقاء في لبنان قراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل أن يتصل الرئيس السيسي بنظيره اللبناني العماد ميشيل عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والإنتاج الحربي بحضور عدد من المسؤولين لمتابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة وكذلك مشروع تنمية سيناء وقه الرئيس السيسي بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة كما وقه الرئيس بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه فضلا عن توطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال ودعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتفقد الرئيس السيسي مشروع تطوير منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية موجها بضرورة البدء الفوري في عملية تطوير المنطقة لتصبح مقصدا سياحيا لأهالي الإسكندرية ومقصدا عالميا لجذب السائحين وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في المشروع القومي لرقمنة الدولة وجه الرئيس السيسي بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة منا اشتركوا في القناة